في الكويت صدر حكم على مواطن بالسجن لمدة عامين بعد إدانته بسرقة علب من العلكة وقضت محكمة الجنح في الكويت أمس الخميس بحبس مواطن سنتين إثر إدانته بتهمة سرقة علب علكة بقيمة 75 ديناراً حوالي 245 دولاراً وفق ما ذكرته صحيفة المجلس الإلكترونية المحلية كما أن تلك الحادثة وقعت في أحد الأسواق المركزية الشهيرة في منطقة سلوى بمحافظة حولي وحقق المنشور حوالي ربع مليون مشاهدة عبر منصة X وسط تفاعل عدد كبير من النشطاء على الخبر وكتب أحدهم ممكن جداً يكون الشخص صاحب سوابق وتم سجنه من قبل لهذا السبب القاضي ما يرحمه في الحكم كونه لم يرتدع في المرات السابقة كما دعا آخرون إلى التصدي للسرقة بكافة أشكالها حتى ولو كانت علكة ترجمة نانسي قنقر